يا مانغو رائحتك جميلة جدا لهذا أنت مشهورة ويحبك الناس شكرا لك يا بقدونس أنا مشهورة ويحبني الناس لفوائدي العظيمة آهان هذا جميل وما هي فوائدك إذن أخبريني أنا يا صديقي مضادة جيدة للأكسدة وأعزز صحة الجهاز الهضمي وأكافح مشاكله المتعددة مثل الإمساك والإسهال والغازات وأحافظ على صحة القلب والشرايين وأقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات كما أنني أقلل خطر الإصابة بمرض السكري أوه يا إلهي أنا لا أصدق كل هذا ليس هذا وحسب يا بقدونس أنا أيضا أعمل على تنشيط المسامات وأحافظ على نظارة البشرة كما أنني أمنح الشعر قوة ولمعانا وأكافح علامات التقدم بالسن وأقوي النظر وأمنح حدوث الضمور البقعي وأقلل حسكلة وأعالج فقر الدم واو أنت حقا رائعة وتستحقين أن تكوني مشهورة وكيف يأكلك الناس أنا فاكهة حلوة يأكلونني بعد تقشيري ويضيفونني إلى الحلويات ويصنعون مني العصير ويتفننون في تهوي بالعديد من الوصفات الرائعة رائع لكنك تبدين مرتبكة بعض الشيء لماذا؟ ها؟ ماذا؟ لقد كشفتني أنا خائفة من أن تعرف سرية وتفضح أمري هيا أخبريني ما هو؟ أرجوكي لن أخبر أحدا إن الإفراط من تناولي يسبب تكون الدهون حول الأنف وحصل كلا ومشاكل في الهضم كما يسبب جفاف الجسم بسبب الإسهال الشديد والذين يعانون من حساسية المانغو أسبب لهم التورم وانتفاخ الوجه والعين وحساسية الفم والذيق في التنفس أوه يا إلهي هذه معلومات خطيرة جدا يجب أن أخبر الجميع بها لا لا أرجوك توقف لا تفعل هذا ترجمة نانسي قنقر